اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد بذكر فائدة من فوائد الاعشاب واليوم فائدة عظيمة وفوائد عظيمة لشيء عظيم موجود في كل الدول العربية والعالمية فوائدها وخصائصها لأبدان الكثيرين بيجهلوا خصائصها لكن بيستخدموها كمكسرات وتباع بالمحلات اللي بتبيع المكسرات وبستخرجوا منها زيت له فوائد جدا عظيمة لجلدنا وبشرتنا لكن فوائد عظيمة للسنوبر السنوبر بندخله بالحلويات البقلاوة وبندخله بالكبة وبندخله على المسخن وبنرشه على الرز بيقلوه وبيعطيها زينة وهو غذاء وهو دواء وفاتح من فواتح الشهية لا الناس اللي بكون على أكلها في وقت الأكل لكن مش فاتح من فواتح الشهية للضعاف بيسمينهم لا لأنه هو منحف في مواد جدا منحفة فبالتالي خصائصه فوائده العظيمة يباع بالمحلات نسميها بالأردن المحامس أو المكسرات أو بالمولات الآن بشكل كبير لكن من أسماء البعض في بعض الدول العربية ما بيعرفوا اسم السنوبر بيعرفوه لكن بسموه سنوبر حلب والدول العربية بتتمتع إنه بشجر موجود فيها شجر السنوبر وتركيا بلاد الشام الجزائر تونس المغرب موجود هذا الشجر لكن بيحتوي على مركبات جدا مفيدة لأبداننا بتشبه الكورتزون كمسكن للآلام تصوروا هذا السنوبر لكن إحنا إذا بنحكي للرجال السنوبر بحكي لك هذا مقوي جنسي نعم لكن خلينا نشوف دائما يخلطوا مع العسل ومع المكسرات لكن نشوف خصائصه على أبداننا بإذن الله سبحانه وتعالى أول خاصية لتناول السنوبر طبعا لا نزيد الجرعات أنا بفضل إنه نتناول من مطحونه على العسل على العسل ناخد قدر حفنة قدر أربعين حبة نطحنهم نضحهم مع العسل نتناول منه ملعقة صباحا وملعقة آخر النهر ولا اللي بده زيادة الطاقة للرجال والنساء يضيف الزعفران خير وفائد الزعفران له خصائص جدا مفيدة لكن من خصائصه إنه مسكن الآلام وبيخفف الآلام ومفيد جدا للمناعة اللي عندهم دائما ضعف بالمناعة بيحتوي على شيء غريب الآن رح أذكركم إياه السنوبر من أسماؤه السنوبر حلب بندخله طبعا في طبيقنا وفي زينة الرز مع الفستق العبيد وما أشبهه مع اللوز نقل اللوز بنضحهم على وجه الرز هذا بس فقط عشان الناس يعرفوا السنوبر اللي ما بيعرفوا باسمه فبالتالي إذن شوفوا هالخصائص مضاد للفيروسات مش حكتلكم وحكينا إنه أجدادنا ما تركوا شيء كانت علاجاتهم موجودة ما كانت هالأدوية الموجودة الآن ولا كان صيدلية تحت كل بيت وفي كل شارع في صيدلية عندكم بالوطن العربي فكانوا الناس يستفيدوا من الخصائص العظيمة لبذور السنوبر فبالتالي بيقاوم الفيروسات والعدوى والفطريات والالتهابات بالصدقوا إنه كل هذا بسنوبر إذن مضاد حيوي طبيعي وأيضاً مضاد للألام العصبية اللي عندهم أعصابهم دائماً تعبانة وفي آلام إذن مسكن للآلام العصبية وأيضاً ذكرنا إنه بيقاوم الفيروسات والالتهابات والمايكروبات وأيضاً كانوا يعقموا إيديهم بزيته كانوا لأنه مطهر طبيعي فما بالكم بتناوله شوفوا هالخصائص العظيمة للشيء أنتوا بتجهلوا قيمته لأبداننا قيمته لأجسامنا كيف أجدادنا كانوا زمان يكون موجود لابد سنوبر يدخلوا في غذاهم وأيضاً يستفيدوا من خصائصه اللي بيعرفوها وكانوا يتناقلوا فوائده لكن اختفت هذه الناس اللي كانت تنقل هالخصائص والفوائد العظيمة فبالتالي سنوبر مع العسل جداً محفز للذاكرة واللي عندهم النسيان والتعب والإرهاق وذاكرتهم كثير تعبانة وبينسوا فبالتالي بعزز القدرة الذهنية والعقلية لجسم الإنسان سبحان الله هذا السنوبر الفوائد والخصائص العجيبة لشيء موجود بين إيدينا في كل العالم وبركزوا عليه الصينيين في علاجاتهم وحتى غذاهم فبالتالي إذا نستفيد من خصائصه إذن هو بحسن الدورة الدموية في أبداننا منشط للقلب مفيد للقلب بحد من مشاكل الكوليسترول يعني تتناوله مع العسل لا تخاف إذن حتى بحد من مشاكل الكوليسترول الضار اللي بيأدي لمشاكل بالشرايين وتراكم الكوليسترول بالشرايين فبالتالي بحد من هذه المشاكل أيضا بمنع تصلب الشرايين وبيعطي مرونة للشرايين شوفوا هالخصائص العظيمة لشيء موجود بين إيديكم إذن القدرة الذهنية مفيد جدا السنوبر للقدرة الجنسية للرجال والنساء بيخلطوه دائما كمكسرات مع العسل بيضعوا معه اللوز وبيضعوا معه الجوز وبيضعوا السنوبر اللي هي السنوبر حلب أو بذور سنوبر حلب من مسمياتها إذن بيساعد على التخلص من زيادة الوزن وبيعمل على خسارة الوزن مجرب إذن الله سبحانه وتعالى اقرأوا عنه اقرأوا عنه فواده جدا عظيمة وبيستخدموه في في بعض الدول الأوروبية وأيضا الصين وأيضا اليابان للمحافظة على الجسم السليم وما يكون في عنا السمنة الزائدة فبالتالي بيساعد على خسارة الوزن هذا السنوبر نتناوله حتى مع العسل ما بيزيد الوزن مع العسل لكن ما نزيد بالجرعات فبالتالي نستفيد من خصاصه إذن بحج من مشاكل الأعصاب وآلام الأعصاب وأيضا شد العضلات مرخي للعضلات إن كان تناوله داخليا أو استخدام زيته خارجيا حتى مشاكل الروماتيزم وآلام الروماتيزم مجرب هذه مجربات أيام زمان إذن بيساعد على التخلص من ضعف الانتصاب للي عندهم مرض السكري للرجال هذه همنة في هذا الوقت الأمراض اللي بحسوا الناس إنها مستعصية بحكي لك أنا خلص صار صديقي مرض السكر صار صديقي مرض الكوليسترول عندنا أمور طبيعية فعلا أجدادنا كانوا يتمتعوا بالعمر الطويل لأنه كانوا يأخذوا كل شيء طبيعي ما بالكم بالخصائص المجتمعة اللي موجودة في هذه البذور وهذه النعم اللي موجودة بين إيدنا فكانوا يستفيدوا منها أجدادنا إذن بيحمي القلب وبكافح الشيخوخة وأمراض الشيخوخة حتى البشرة إذا تتناولوا بتحس إنه فات جلدك أخر الشيخوخة لا في تجاعيد ولا في هالضربات الموجودة بالوجه وبحسن الخدود وبحسن النظر ومفيد جدا لمشاكل العشة الليلي مجرب هذه مجربات أجدادنا يا جماعة اللي كانوا يتناولوا كل شيء طبيعي ويستفيدوا لأنه بيخفف الكوليسترول حمينا قلبنا حمينا شرائينا فبالتالي خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى بيمنع مرض أو مشاكل العيون والحد من أمراض العيون ومشاكلها فبالتالي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى ما بالكم بهالبيتامينات والمعادن الطبيعية اللي بتناولها موجودة بكثرة في السنوبر بيمنع تساقط الشعر داخليا نحن بنحط زيوت خارجيا وبظل شعرنا يتساقط ليش لأنه المشاكل عنا داخلية غذانة مصصحيح ما بناخد الفيتامينات الطبيعية أيضا السنوبر مفيد جدا للي عندهم فقر الدم وبيعمل على زيادة كريات الدم الحمرة وبيعالج مشاكل الأنيميا فقر الدم الناس الضعاف اللي دائما عندها نزف وعندها مشاكل ودورتها 10-15 يوم وحديدها دائما نازل تتناول السنوبر مع العسل والضيف له الجوز خير وفائد بإذن الله سبحانه وتعالى إذن حتى كانوا يستخدموه لا زالوا للأمور العلاجية والأمور الطبية وبيستفيدوا من خصائصه وإذن الله سبحانه وتعالى بكفي ما سمعتك إذن راحين نطلع فاصل قصير ونعود نكمل على الفوائد العظيمة للسنوبر اللي هو سنوبر حلب اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد اشتركوا في القناة